بعد ليه بقولك خطير جداً إحنا ما نتعاملش مع أولادنا بالطريقة دي قبل سنة ست سنين لأن مجرد ما الطفل بيعدي من مرحلة دي ويدخل ست سنينوات بيتكور عنده القدرة على إنه يستوعب المجرد إنه يستوعب الخيال تخيالي بقى لما يبقى الأساس مضروب أصلاً نتيش حاجة يبني عليها لذا بخيالي إحنا عملنا بالطريقة دي وجي طفل دايما احنا اتفقنا من الأول إن ذكاء الحسابي مش كل الأطفال زي بعض فجي طفله برضو ما فهمش يعني أنت حطتيله الأحاد وحطتيله الأحاد نتيش حاجة سنوات ما فهمش نتيش حاجة اسمعي كده أنا بفضل وراء الطفل حاد ميا في حاجة اسمها وقت قدي الطفل الأكثر زكاء اللي عنده تعلن في الماث هي القطعة من أول مرة فهتلاقي طفلة مثلا كان عندي طفلة كان عندها خمس سنين خلصت الماث كله اللي هو المفروض لحد سن ست سنين ونصف عندي في سن طب ليه هي حصل ده معيها هي ما شاء الله التالنت في الماث فأنجزت الموضوع بسرعة طبعا في المدرسة كانت بالنسبة لهم يعني هما بيكلموها لسه 10 و20 و30 وهي ما شاء الله وصلت للألافات وعارفة تجمع وتطرح وتعمل كل العمية الحسابية حتى الديفجن يعني حتى الإسمة المطولة أكي أعملت بطريقة بسيطة جدا فهي فكرة لو على فكرة أنت لو سألتي نفسك فوإحنا كنا ليه مثلا في الطرح بنستلف واحد من اللي جنبه ونحطها تبقى بعشرة كي نفسك أنت مش فكرة أنت ليه لكن فكرة طريقة ده لو لسه فكرة أوكي هي الفكرة كده إحنا في المدارس بنعلم طريقة مش بنعلم مفهوم نادر نتلاقي المدرسة الشطرة هي اللي بتعرف إزاي تتوصل للطفل المفهوظ ويا سلام بقى لو طفل زكي شوية وبدأ يسأل أسئلة لمامته ولا المدرسة ملحيش طولة بال طب يبقى بيتزلك وبياخد درس برا ومش عايز يفهم ومش يغب وحاجات كتيرة نعم غير الطريقة دي نطبقها كمان في حياتنا العملية وإحنا مع أولادنا يعني مثلا إحنا حننزل النهاردة الجمعة بعد ما صلت مع بابا صلات الجمعة فأنا حكاف أك فحننزل روح السوبر ماركت وحتشتري ثلاث لعب مثلا أو هتشتري ثلاثة بمبونيات ولا هتشتري ثلاثة حلويات من السوبر ماركت فالفكر إن احنا نطبقه روح بقى وعد فيبدأ يعد ويبدأ يعمل تطبيق عمل في حاجات حلوة مش عاديين بنذاكر فكرة أول جملة قلت إليك إيه نحاول نخلي كل حاجة ماشية من المحسوس والملموس للمجرد تمام؟ ده سيستم في حياتي مع ابني صغير ده في كل حاجة بقى أنا عايزة يروح يجيب حاجة من السوبر ماركت عايزة يروح يجيب لي حاجة من المطبخ أتعمد إن هو يعدلي الفاكهة قبل ما يجيبها يبدأ يقسم قديله مجموعة ثبت فاكهة وقل له قسمه على أخويتك كل واحدة ياخد اتنين دول ستة وإحنا تلاتة يترك الواحدة ياخد كم يلا أبدأ أدي واحد واحد ده مهم جدا وطول السنة مش وقت اللي امتحنوا المذاكرة أقعد عملي ده